توفي أمس ليلة العشرين من رجب من سنة 1440 العالم الجليل والشيخ الفلبيني والداية الكريم محمد شعيب عبدين رحمه الله تعالى وهو مفتي مدينة جنرال سانتوس من إقليم دافاو جنوب جزر مندناو في الفلبين ولد رحمه الله تعالى في سنة 1375 وتلقى تعليمه الأول في مدينته ونشأ محبا للخير والعلم في سنة 1398 من الهجرة رحل إلى المدينة المنورة والتحق في الجامعة الإسلامية وأخذ عن علمائها في ذلك الوقت التي كانت تعج فيه الجامعة الإسلامية بكبار العلماء فأخذ عنهم العلوم الجليلة والعقيدة السلفية الصافية ثم رجع إلى بلاده داعيا إلى الله عز وجل محذرا من الشركيات والبدع والخرافات إلى أن تعين في سنة 1408 من الهجرة مفتيا لمدينة جنرال سانتوس لما رجع إلى مدينته في الفلبين أنشأ مع بعض إخوانه مدرسة فصار الناس ينهلون فيها من العلوم الشرعية وصار الشيخ من أشهر الدعاة والمشايخ البارزين في الفلبين في الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة حتى إن بعض الناس صار يترك البدعة خوفا وهيبة منه قضى الشيخ محمد شعيب عبدين رحمه الله تعالى حياته محبا للخير داعيا للسنة محاربا للبدعة كان يظهر في التليزيون وفي الإذاعة وقد يرحل أحيانا المسافات طويلة يستأجر سيارة فيرحل إلى 300 كم من أجل إقامة محاضرة وكان الناس يأتون ويستفتون ومع ذلك كان ورعا في الفتية جاء إليه بعض إخواره ببعض الأسئلة فأجاب عن بعضها وترك أخرى فقال كيف لا تجيب وأنت عالم الفلبين قالوا يقول للناس شعيب يقول لا أعلم سئل بعض الدعات في الفلبين هل تعلمون أحدا أفضل من الشيخ في مدينة جنرال سانتوس فيسد مسده في الفتية قالوا لا نعلم أحدا يوازيه في العلم فضلا عن أن يكون أفضل منه وقد أبنه رحمه الله تعالى جمع من العلماء والدعات في الفلبين وفي خارج الفلبين ومنهم شيخ الدكتور هاني الحارث في الرياض في المملكة العربية السعودية الذي استقيت منه هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر